اشتركوا في القناة برورة جداً أن نجرب الأوامر البرمجية على الأجهزة عندنا اللي ما يشتغل اللي بغي يحفظ نظري رح يتعب وما رح يصلعي نتيجة يوم الاختبار رح يلاقي نفسه لايع ويعني حيتعب لازم أول بأول نعرف كل درس نسوي تجارب للكود اللي بكتب فيه نفهم الأفكار الأساسية على الأقل عشان ما نتعب كثير يوم الاختبار بدون هذه الطريقة مادة البرمجة رح تفضل لغة زي الهيروغليفي فيها حاجة لانا ماهن وخطامة وفيها صعوبات كثيرة الخبر الجيد الآن بالنسبة لنا كبداية كرم جديد أنه ما نحتاج نحفظ التعاريف ما نحتاج أشياء كثيرة من اللي حفظناها في كل من اللقاء رح تفضل الآن بالنسبة لنا نجرب نرجع ما نحتاج للتقاصيب كلها لكن نحتاج أن نفهم الأساسيات جل ما هنعدل يوم بسرعة نذكر نفسنا ونستعد أنه من الأصابيع الجاية بإذن الله نبدأ المادة بشكل فعلي بحسب الدروس الجديدة رح نعدي على هم يمكن آخر قصلين اللي هم كانوا عمل ما رح نعدي عليهم بسبب أنه ما في عليهم تركيز إذا حفظنا في القصور القادمة مع الدراسة إذا شكنا في دروس تحتاجهم رح نرجع بها برضو الإنهارتنس كمان رح ما نتكلم عنه اليوم إطلاقا نتركه إلا إذا احتاجنا أن نرجع له خلال الترم القادم ونرجع له مباشرة في نفس الأسبوع الخاص لك نجعل نعدي على الأمور الأساسية ونتأكد أننا كلنا عندنا نفس القادمة اللي بنيني عليها مع بعض طيب بسم الله طيب الآن أول درس نتذكر مع بعض أنواع الأخطاء أو الأرض الموجودة في لغة الجاغر جاينا نتكلمه المتنوعين في عندنا أخطاء سنتاكس نسميها وفي أخطاء ما عاد رح يجينا سؤال الاختبار يجيل إشمع الخطأ هذا هل هو سنتاكس ولا رون تايم ولا عاد حيكون يبنطل مني مسؤول عن كده خلاص انتهى هذا الدرس بشكل نظري انتهى لكن احنا عمريا درير نكون عاقسين نفردنا دونهم لو ببساطة أي خطأ في الأوامر البرمجية رح يخلي الكمبيل ما يستطيع يسوي الكمبيل للكوت زي ما شفنا يطلع رسالة بالأحمر كده يحط علامة الأحمر على الكود ويفتب رسالة في الأسفل أو كده يربح لنا انه فيه خلل في الكلام المكتوب في الأوامر البرمجية المكتوبة وبالتالي ما هيشير الكمبيل أصلا بينما رون تايم ارر لا بتصوي انتهى أوامر برمجية سليمة قد يكون خطأ ان لاقي في نص يظهر على الشاشة قد يكون قسمه مثلا على صفر كأحد الأنفلة ممكن يكون البرنامج يحاول يقرأ من ملف كل زهاز مثلا صورة أو ملف نصير غيفتح البرنامج يجيب اليونات اللي الموبطين من قاعد دينات اللي إذا قاعد دينات في السيرفر طبعها في مشكلة وكل ما بيحاول البرنامج يتواصل معها ما بيعطي حيعطيني من السابق خطأ فهذا الخطأ ماهي سينتاكس هذا الخطأ رون تايم لأن البرنامج أردي اتران اتران تايم شغال في وقت التشغيل فهذا بوساطة الفرد ما بين السينتاكس يالليك او نحتاجها كثير في الترم الماضي خيط الداتا تايبس برضو الآن التقاصيل كثير ما نحتاجها هنا لكن نحتاج نعرف ولو باستصار او ببساطة ايش الانواع الاساسية للبيانات الداتا تايبس كان لها منحضر ركام لا يدونش أو كان لهم كثير الآن نبغى نكون مختصرين تماما عندنا حاجة اسمها برينيتيب تايبس تمام البرينيتيب تايبس يعني الانواع الاساسية الثمانية لما هي ايه برينيتيب تايبس للجعبان هذا الانواع الاساسية الثمانية هي المسروبة هنا المخصوبة قرر مكان اربعة منه اعداد صحيحة انتزار اثنين منه اعداد بفاصل عشرية واحد منها الكراكتر اللي هو حرق واحد وليس نص ياخذ حرق واحد المتغير اللي هو في التركة بالبليم ياخذ صفر اواحد true false يعني قيمة طبعا خلال الترمي الماضي اتكلمنا بالتفاصيل عن حتى الاحجان طبعها ويبدأ ايش الـ ودخلنا في التفاصيل الترمي الجاي ما رح نحتاج هذه التفاصيل لكن نحن يفترض انه نكون فاهمين الانواع هذه نعرف ان الدبل اكبر من الانتجر مثلا ان الدبل بياخذ يعني floating point كون بيفزن على تممية بايتات ضعف الانتجر على اربع بايتات معناه نصحته او الارقام اللي حيشيلها حتكون ضخمة جدا من هذه الطريقة مجرد معلومات عامة بسيطة في عالم البرمجة ما في مبرمج بيحفظ كل شي لازم بيرجع دائما للدفرنس تبعه ما في انسان بيحفظ كل حاجة لكن في وقت الدراسة طبعي انه لازم نحفظ لانه حاجيني اسئلة في الاختبار فضروري يكون عارفين اثناء العمل الثالي في الحياة العامة الحقيقية الانسان ما يقدر يحفظ كل حاجة الكتب دائما على قاولته او على ملفات البيضي في جهازه فبيرجع لها باستمرار ويأخذ معلومات منها لذلك انا اقول لكم الاشياء اللي برسناها الترن الماضي جاينا الترن الماضي كنا نعرف موجود مكتوب نبدأ نرجع نشوف الانتجاب لكن بشكل عام نتكلم انه هذه الانواع الاساسية الثمانية ليش الانواع الاساسية الثمانية هذي اعتبرناها برميت الشيء الرئيسي هنا اللي نقول انه ماهي اوبجيتس الانت متغير الانت او الطايف الشور او لون دبل الكلو شار واخيرا الكلين هذي الانواع ليست اوبجيت ليست كلاس يعني هي ما تعطينا اوبجيت المتغير مايكون اوبجيت زي ما كان string string بالكريكال s هو اسم الكلاس اي شوف نسرين الان بقدير يون string string بالكريكال s كيف مش ب small s يسرد في جاو لما نيكتب بالكابيتل معنات ان احنا بنرمز الى class باستمرار هذي قاعدة عانا بالذات في الكود اللي هما تتبينه احنا كطلاب متعلم ايحصل عندنا اخطات فيه بنغلق نكتب نكتب بالمكتب بالمكتب بالكابيتل احوانا زي كده لكن لما نشوف الكود اللي جاي مع الجاو اللي هما نزبط كل حاجة فيه يفرق معوهم الحرف الكابيتل أو small لأنه لاهم هنا عندنا الانتجر بايت شور يونج جاب الفلوف كار كلها تجد بسماء لأنها لا ترمز إلى classes هي حالة خاصة في الجابا بيسموهم primitive files أنواع أساسية المتغير المنشئ من الانتجر مثلا لا يعتبر object أبسط من الobject بيشير مباشرة إلى مكان البيانات في المموري دونها الobject بيكون عدار عن reference لا تتخزن في البيانات التالية تتخزن في المموري وهو بس عند الأدرس تباعها في المموري طارق بسيط برضو ندخل كل ديش تباع وتكلمنا عن الترب الماضي بالتقصيد شوية تمام يهننا الآن نعرف الثمانية أنواع هذه ونعرف أنها لا تعطينا objects وأننا تعطينا متغيرات مباشرة بسم الله خيط في عندنا نقوم مهم في المتغيرات اللوكل and instance variables لأنه في فروضات ما بين المتغيرات في هذه النوعين الشامبل بيوضح الآن اللي أنا تطلبه هنا بيوضح الأنواع هذه لما نيجي نسوي public class سمينا sample بريري أنا أتوقع بعد الترن الماضي بعد كل الإجتهاب والتعب اللي تعدمه يعني صارت طيام أنا شوية حساسة للكود أكثر ومميز وين الأقواس بتعطينينا وين بداية الclass وين نهايته وين الvariables طبعه وين methods طبعه البناء جاي فيه خاصية حاليا زي انتو شايفين بيشي الوان على الbackround الأخضر الفاتح هذا بيرهز لنا إلى بداية الclass ونهايته كيف بيلونه لما نكتب نبل class sample فتحنا course هذا القوس اللي في هذا المنطقة فكل ما بين القوسين هذين يعتبر من مقطع الclass اللي اسمه sample هذي بساطة طيب بعدين هم لاحظ في منطقة الأبيض بعدين فيه أصفر بعدين أصفر تاني إيش المعاني هذي إيش الكل يبيلون بالشكل هذا ليش المنطقة البيض هذي هي أوامر أو statements عامة المنطقة اللي بالأصفر دائما بينبهي إنه هنا فيه مثل جديد قلنا من class ممكن يحتوي على عدد كبير من المثل أو الأوامر يعني الأوامر البرموزية داخله المثل هذه أنا بقدر أناديها بدون ترتيب يعني ممكن أنادي sample ممكن أنادي example method على كيف على كيف البرنامز بياخد هنا بيمثل إذا هذا بجوة بنادي هذا كل ممكن اللخبطة هذه ممكن تحصل لكن هنا يهم لما أنظر للclass الآن يكون الأمر واقعة اسم class form المنطقة هذه بدأت private intx فالآن أنا بعرف متغير بما أن المتغيرات هذه تم تعريفها بعد اسم class مجاشرة فهذه بنسميها instance variables لماذا سميناها كذا لو نتذكر لما كنا نسوي object من الclass هذا ممكن ما نسوي object واحد نسوي objects كثير كل object سيأخذ قيمة مختلفة في x الآن نتغير x نحكم قيمة واحدة لجميع الobject زي ما فكرنا في أيام ما درسنا classes أن لو جينا class عبارة عن الموديل عبارة عن رسمة لو أنا عندي مصنع سيارات فأنا بأصنع مثلا كوريلا ما هو الجديد حرص التصميم على الورق هذا يسموه class لكن لما المصنع يبدأ يسمع الشيارات هيسمع شيارات مختلفة مثلا لنفترض أن نسمع مجموعة كلها لونها أبيض كل شيارة لها بعض كل شيارة لها كالشافات وكل سيارة لها كفرات وكل سيارة فهي كأنها متغيرات زي الـx لكن كل سيارة لها مختلفة ممكن سيارة قيمة الباب true مثلا يكون الباب مختلف مش مغلق واحد سيارة الباب مختلف فتعير أبيض ممعناها السيارات كلها باب ها true باب ها مختلف لا لحدة منها بس انفتح الباب الكفرات تدور مثلا في سيارة من السيارات السيارات الثانية فهذا الـ object بياخد instance variable خاص فيه فلما أعرف x معناته أنا بعرف x هذا instance variable في class sample وأي object أسويها رح يكون عندها نصاحة مشتقلة في المموري كل يحد فيها عنده x هذا هذا اللي لازم نعرف بالمشكل instance وبرضو طبعا التفاصيل في الدروش السابقة طبعا الـ term الماضي تكلمنا بالتقصد الآن حاول بس نتذكر مع بعض الـ local variable أرشط بكثير من instance لما يكون عندي مثل زي هذا المثل هذا constructor إذا تذكر عرفنا أنه constructor لأنه إشم زي إشم class وما بيرجع أي قيمة يعني هذا اللي هنا بيرجع int بين أنه هذا علاقه الـ public بعدين الاسم مباشرة وهما مغرف الـ construct أنه هذا بيشتغل ترقائيا بمجرد ما أعمل object جديد من class المثل عندما هنا double balance يساوي السطر هذا بنسميه local barrier لماذا لأنه عرفنا داخل المثل sample ففي كل مرة تشتغل هذا المثل رح يتم إنشاء المتغير balance مرة أخرى ورح تنسح أي قيمة سابقة كانت فيه أو بالأسرح ما هيكون مستحيل يكون فيه قيمة سابقة ورح ياخد القيمة القديمية سطر الكود سيتنسح في المنطقة البيضة هذه سطر سطر عشر عشر ألف ألف سطر مش مش كده بنجرد ما نوصل للقوص الأخير هذا اللي بيدل عن انتهاء المثل اللي يسمه sample رح ينسح balance من memory مرة ثانية إذا ما دعنا نقص المثل المتغير هذا سيتم إنشاء من جديد يتم استخدام القيم كبيرة لغاية ما ينتهي المثل وإن مش حتى ذلك من memory عشان كده سمنا local variable لأنه متغير محلي موجود ثان داخل المثل sample طيب عندنا النوع التالي اللي ما نذكر في الأنواع اللي هو الbarometer نعتبر local لكن ها عبارة عن barometer يعني مثلا هذا نتغير why موجود ثان فعرفنا عرفنا كbarometer للمثل sample المثل لما نجي نعدي sample method نحن مجدرين مش عركاتنا مجدرين نعطيه قيمة الوعي يعني لما نأزم المكان آخر أقول له مثلا sample dot sample method أفتح قص وأحط مفرنشرين أو ثلاثين وضف القص لازم أعطي قيمة ابتدائية لما ننعدي المثل sample method تمام الآن ثلاثة أنوان instance variable but parameter وضرب البرامتر لازم للمعنادي المثل يعطي القيمة الابتدائية وفي مجرد انتهاء المثل من التنتيج هنا عند الخص هذا راح ينسح ينسح كذلك المثل هذي باختصار local and instance variables constants نتذكر نتذكر مع اللعب constants في مشاكل في الصوت جميع لا بالحمد لا راجعي بس المدن بإذن الله يشتغل معك كيف constants أو الثوابط بجينا للترجمة الحظية لها تشف ثلاثة عن المتغيرات العادية المتغير العادي بإن كاننا نغير طيمته في أي لحظة يعني زي ما دبل شوية حمالنا X وجينا تمام دنيا X تساوي 0 بعد شوية دنيا X تساوي 5 كمان شوية دنيا X تساوي 20 على كيف ما لأي عدد من المرات متغير من اسمه طوابط مختلفة constant طابت أول ما بيأخذ القيمة لا يمكن تغيره إطلاقا بعد كيف طيب ليش أحتاجه أحتاجه لأنه بعض الأحيان عندي قيمة ما معارف يعني ما بغى أتخذها hardcoded إذا تتذكروا اتلمنا على مسترح الموزيك مومبرز إذا تتذكروا يعني مثلا عندي معادلة حسابية بأخذ كذا بجمع كذا راتب الموضب بعدين بجرده في 2.10 فمش ما هي 2.10 ما نتذكر يعني اللي يجو يراجع الكود حقي ما يعرف أنا إيش اللي في بالي ليش بربت الراتب مثلا يمكن هي ضريبة حكومية يمكن هي مثلا عمولة مجر ويش السبب اللي يخبيني 2.1 ليه ليش ما هو 2.10 20 ليش ما هو 2.5 فإيش أسوي عشان الكود حدي يكون يقوم أعمل constant وأسميه مثلا tax لشاري 2.1 أي واحد يشين في الكود راح بيعرف أنه أنا عقصد منها الضريبة مثلا ممكن أسميه commission هيعرف أنه عقصد منه عمولة هو بس يساعدني أني أعرف الهدف من القيمة فقط P-I مثلا هذي 3.14 100 إذا عارفنا لنوازي أضرب مثلا في 3.14 100 عشان أقلع نصف القطر أو أقلع أعرف إيش بعد الحسابات لو جيت ضربت هذا العزد يمكن مبرمج آخر يجي يشوف الكود أو كده ما يفتر في ذالي ليش أنا مستخدم 3.14 لكن لما يشوف P-I راح يعرف عبطول أنه هذا المقصود فيه الرقم بال وعادة هذا الأرقام أو constant ممكن نحطها متغيرة بس إيش يفرق لو أحد بالخطأ أثناء البرمجة عدل القيمة راح أحصل على قيمة غير متوقعة لذلك أنا إيش أحطها constant لأنه أنا أعرف أنه هذه القيمة نهائية ما أبغى أحد يعدلها في الكود إطلاقا وأنا مفشي لما أجي أكتوب ما أفغى أعدلها بالنسبة لنا كما برمجين ما نستخدم constant كثير لكن أثناء الدراسة ضربوا ضرورة نعرفها ونتألمها تجيها استخدامات بصراحة لكن نحنا كما أفتدئين أنا أكصد ما نحتاجها كثير لكن لما نشوفها لازم نفهمها فكيف أعرف constant أعرف constant بحبارة final الموجودة هنا على constant طوابط كلمة final بعدها بيجي النوع نوع constant اشترية bubble أو integer أو strand أو whatever بعدها اسم constant نلاحظ أن الاسم كل حروف كبيرة وهذا على مفاعلها الحروف الكبيرة ليست إجبارية لكنها الطريقة السليمة أو اللي أطلقنا عليها عبارة convention as a convention use all uppercase names for constants أي متغيّد ثابت عبارة عن خوارف عقومة متغيّرات يستخدم مواهدانا حروف كبيرة كاتفاق وليس إجباري من الجابا يعني لغة الجابا ما رح تعطين رسالة قطة عادي رح تتجبل لو حطيت حروف صغيرة ما عنده مشكلة مجرّم عرف يوم بيجير حاز طيب هذه الأنسلة ما سي داعي نعدي عليها الآن لأنها صارت من الماضي بمسبلنا أنا متعمد نيعgreّد على التفاصيل عَشان نحس أني نبدروح سهلة ونقدر نجمع المعلومات أقبالنا ونستعملها في التلميictional حيّل الشاشة هذه دائما من نظرها مومو وجميل لكنها كرة سهلة بشراحة عد عليها بشراحة العريفن في الوضع العلمة الجنة والقرح والضرب القسمة هذه العلمات الأساسية في أي لغة ترمزه وللقيام بأي عملية حسابية تحتاج الأربعة في الاختبار عمل فينا الحركة هذه يجب لنا عبارة مكتبة بصير خياريات يقومها بالجارة زي اللي في الأسفل هنا صالب بي زائد جدر بي تربية الكل على 2A بالشكل هذا هذه هي تنفل الاختبارة شوية مشابهة لها وكثير اللي يمكن تركوها طاضية للأسف رغم أنها تعتبر سهلة لكن كانت المشكلة بس أن يستخدم بعض الحركات المزعية يعني مثلا X يحط X بعدين تحت صفر صغير يعني أنا ما يبدي بس ما كان في داعي يسوي حركة زي ولكن الحمد لله على كل حال يعني لخبط الناس بس بالباتل نقول هو عارف نحن نبديلين على شيء زي كذا عادي ولما يحط X نعد أنا موش أتسمى المتغير X بعدين السفر صغير ممكن أسميه X0 مثلا و X1 و X2 ممكن أسميها أي شيء يعني موش أرطي كون زي ما هو في العبارة الرياضية كاتبها لا ند مش مد ند يعني X0 هو فعلا السؤال كان مزعج كان مزعج السؤال رغم بساطته لكن نظرا لأنه ما مر معانا أثناء الشرح أو التدريس يمكن هو مثلا الطلاب اللي عندي في الرياض شرح له ما أدري إذا كي أحد منه هنا ما أدري الشباب الرياض ماتوا أحد منهم اليوم لكن خلاص هذا اللي حسب على كل حال وهي كلها بالبساطة هذي جمع طرف برضي باسمه ضروري ما أعرف الترتيب فيها علامة بلس 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 مائنس مائنس إذا نتذكرها تزيد صح نكتبك يلا عندي الأشئولة صراحة ممكن إذا تحبوا نواجعها فس بتاخد يارك الشرح اللي فات مات البلس بلس مائنس مائنس بتزيد المتغير واحد وهذه بتنبس المتغير واحد كذا نتذكرها البلس إيكول بتاخد القيمة الجديدة وبتضيفها على القيمة اللي انت المتغير هذا بهذا الشرط اللي يعمل أي عندنا الانتجر ديجين تعمل فيه مشكلة وهذا الليجيك إيرلس تذكروا سؤال الليجيك إيرلس اللي طلب فراثة أخطاء عبارة عن الليجيك إحدى منها هي هذه الحالة الثانية ينجد ينجد إذا جسمنا دبل جسم الدبل يعطينا قيمة فيها دبل إذا جسمنا انتجر جسم الدبل يعطينا دبل إذا جسمنا دبل قسمة انتجر برضو يعطينا دبل الحالة اللي فيها خطأ لو جسمنا انتجر على انتجر بيعطينا انتجر هذي كانت الليجيك إيرلس الثالث لأنه كان يطلع الأفريج وجسم التوتل على 2 في الاختبار فالمقرور يجل يقسم على 2.0 زي اللي هنا عشان يعطينا القيمة ما بعد الحاصلة فهذا يعتبر خطأ يعني لاجيكالي ماهو خطأ درمجي البرنامج ما راح يعني يشوي مشكلة اي 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 اغلب الطلاب ما عارفوه هنا النوج اللي هو باقي قسمة سبعة موديلس فور ليعطينا باقي قسمة اللي هو ثلاثة لو قسمنا سبعة ريال على هربعة أولاد كل واحد حياخد ريال ويبدأ في يدي فرق ريال دعني نحطها فلوس عشان نعرف الجواب بسرعة اوكي انتكاستن عنده عندي اتتلمنا احنا برضو وقتها ان الدابل اكبر من الانتجر فلما يكون عندي مثلا ان انتجر لما يكون عندي دابل ابغى احطه داخل الانتجر لازم اعمل تايب كاستن بالشكل هذا لكن العكس غير صحيح مثلا لو ابغى احطي الانتجر واخزني داخل دابل ما يحتاج اعمل تايب كاستن لان الدابل اكبر قد ياخد التايب الصغير هنا كان فيه مجموعة مثل داخل البلاس اللي اسمه مات مجموعة مثل حسابية اهpants نحنا Germany احنا كلاتا منها الباور والجذر وكان فيه 1 تمام ما سيئ الله أوى ووثير اللي هي تقريب لأعلى وتقريب لأسفل كمان يعني هذي تجريباً أهم المتدز اللي كانت الفائي ممكن صح الروز of precedence هذي دائماً يجريمنا سؤال زينا وضت لكم بس اكترني الثاني خلاص ما حد فيه يعني يجب لنا زي كذا ويقول ايش الناتج طري على عملية الحسابية التالية يحط فيها برب جمعه باسمه وباقي في اسمه ومنا اعرف ايش طبعاً ما يحطها متغيرها تحطها رقام يبغينا نعرف ايش النتيجة اللي رح تيجيه اذا لا كنت تعرف ترتيب التمسيح من اول عملية رح تكم معين الثاني عملية العين الثالث الرابع وقين الخامس واخيراً عملية المساواة طاقة القيمة لو ما عرفت هذا الترتيب رح اواجه مشكلة في ان يحصل على الرقم الصحيح وللعلم يعني حتى لو حط خيارات فهو عادة بيحسبها بطريقة خاطئة بيحط الخيارات زي ما هو متوقع يتطلع مع الشباب النصوص او السترينجز يتذكرها مع بعض متغيرات نصية نلاحظ انها داماً استرينج تيجي بحرف كالتل لانه المتغير اللي ينتج عنها عبارة عن object في الميمورية عبارة عن object وداخله طويلة نصية بهذا الشكل عشان كده السترينج زي ما قلنا في البداية اليوم انه ليس براماتف 5 وانه يعتبر class class name وبيعطيني متغير عبارة عن object من هذا الclass طريقة اقتباعة مثلاً عادي في عندي بعض المتغير تحت السترينج منها لين بيعطيني طول النص يعني قد نعكتب تبارات هنا لارضع عرف طولها خلاص مباشرة أنادي length then بعدها cosine فهذه بترجع لي الطول او عدد الاحرق اللي داخل المتغير النصي print line system out هاي خلاص انه يعني basics بمسطلنا عندنا مثل اسمه substring substring بواحد مقطع من النص وبيزيب لمية طريقة اللي عمل حاجة substring غريبة شوية يعني لو نتذكر مثلاً hello world اللي نجيبه هنا hello world لو ابغى عدس منها كلمة world فابدأ كيف اعدد؟ ابدأ من الصفر لغاية ما وصلنا الرقم سبع فأول حرف نبغى هو رقم سبع فأقول له substring ابدأ من سبع ياضح؟ بعدين انتني في أنا عبغدوه آخر حرف عندي بادو عرام التعجب أعطيه عرامة التعجب فاثماش وهذا الغريب هنا يعني المفروض أقول له 11 عطيني من سبع ال 11 لكن substring method يعني هم مادري ليش نسليني الحرفة هذه هم يعني في بعض اللغات ممكن نعطيه 11 من سبع ال 11 بس في لغة الجابا عبارة substring تأخذ 7 و 12 فهي حياتيني من سبع ال 11 بهذه الطريقة لازم أزيد 1 في الأخير كيف بالطريقة التعجب؟ لازم يعرفها وتجيونا دائما أو كنت نبغد ما أتذكر إجابة الفانر حركة زي كدة أول حالة هو دائما فأنا عارف من هو أزيد 1 يلا لا طب لو أدغني 7 إلى الأخير أسيب الطريقة اللي قدناها تحتنا ما أحط خلاص أدغني أبدأ من سبع وأسقط ما أقيد فاصلة وقيمة ثانية أصيب بديون قيمة أخرى فهو حياخد من سبع بيكمن للنهاية هذا الاختصار طريقة عمل السبسترين أوكي السلاش إن جاء وفي كثير ناس ما أعرفوها جاءت سلاش إن جاءت تعطيني سطر جديد نيولاين وجاءت في الاختبار ما أدري علي إذا معايا علي أو إنت سألتني عنها هذه الأيام أو شيء لما طلب الآوت تحدد ترمانج كده أي بالضبط طلب الآوت والآوت كان فيه سلاش إن سلاش إن فهو يبغى عشر 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 ثلاثين كل يحد في سطر مستقل كيف أعرف إنك سطر مستقل؟ لما ما أدري برينت لاين فأغلب الطلاب ما أهتبهوا إنه يحتاج إلى سطر مستقل فراحوا تتبع عشر عشر ثلاثين في سطر واحد جنب بعض بينما هو حاقة برينت لاين أي برينت عادية ومعها سلاش إن يعني يدرب برحارة يبغى يشوف هل نحن عارفين سلاش إن هتنزل المؤشر لسطر ولا لا؟ طرعا يمكن كل الاختبار مرينا عليه هنا أو منفذ مرينا عليه بس يعني هي يعني يجمع أكثر من فترة في سؤال ويمزله برحارة خريبة أوكي البرينت فرماتي برده من الفقرات اللي دايما تسيطيها حركات شرحناها شرح كبير صراحة وقت الاختبار اللي بالاختبار في الربزين وضفنا عندها كثير لكن اللي همني إنها عبارة عن علامة بعدها معناة حط عدد عشري خانتين بعد الفاصلة شايف الفاصلة بعدين رجل اثنين فحيكون هيشتدل في هذا المكان بعدد عشري وحياخد منه خانتين يعني العدد العشري اللي هو كتبه لندن 2 1 5 9 2 6 كده 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 رجل كده بمجرد إنه أنا عدلت له بعد الفاصلة خانتين رح يجربوا ويحطوا بهذا الطريقة هي لندن 2 1 لكن لإني في 5 رح خلاها لندن 2 2 بهذا الشكل هذا معنى الاثنين عطيني خانتين بعد الفاصلة طيب لمن جاهنا قلّي عشرة قبل الفاصلة بعدين دين 2 بعد الفاصلة العشرة اللي في جاية دائماً يسعى فهمها نفكر إنه قبل الفاصلة عشرة خانت وبعد الفاصلة خانتين وهذا فهم خاطئ الفهم الصحيح إنه كل عشرة خانوت يؤدع الكتابة فيها يعني زي ما احنا شايفين هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شتة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة خانات والرقم 1 بين 2 2 بدأ من وين؟ من الخانة الأولى على اليمين 2 بعدين 2 بعدين 0 اقاصلة بعدين 1 طيب عندي كم خانة هنا؟ ستة خانات ثابقة مو عشرة خانات يعني لازم المجموعة يكون عشرة بعدين نبدأ الكتابة من اليمين بهذا الطريقة راح نحل صح إذا جاي سؤال زي كلا برضو الترم الجاي أتوقع خلاص ما حتيجي الأسئلة هذي إذا كان إحنا يعني من الفاينل ما حصارك تيجي إزاي ما تبيوا الإثار قبل شوية ما جابه فمعناته الترم الجاي من باب أولى ما حيجي حاجات زي دي بس إحنا دريري نكون فاهمين يعني ممكن تيجي أحيانا إيش الأوت بيتحق برنامج وبيحق طيب هذه الحركات زي ببقى نكون فاهمين إشي اللي يسير السعيدات مو جيدة وقت ما نحتاج نراجع قويس من ينزل المجالة طبعا هنا المزيد من الشرح اللي ينزل المجال لأنه ممكن يعني يفلوطها يحطنا مثلا نكتبين طبعا مسافة بعدين برسنتيس دي عشان بيقض عدد عشر عدد صحيح ديسيمال بعدين مسافة واحدة فهو قوي نكتبين طبعا مسافة بعدين بيحط عدد فهو الآن بيتوقع متغيرين واحد ديسيمال والثاني فلوط أعطاه فاصلة يتعلن أعطاه المتغيرين الثنين هذا حيكون ديسيمال وهذا فلوط فهو ينطبع بهذا الشرح الاربع وعشرين مزلتينه والثاني فلوط مزلتينه ولأنه أعطاه عشرة فهو حيضفوا بهذه الطريقة ما حيضفوا مباشرة بعد الثاني هذا المطعم أنا أتمنى بس تكون مفهومة وبرضو لازم يعني نقعد نجرب الأشياء هادي ونتسلى عليها كده لغاية ما نفهمها كمانا اللي يواجه المشكلات يتكلى النواية بين الخضاء أوكي برضو نزيدني الأنترى هنا شرحناه في وقت اللي القانون خيط ريدنج انبوت هذه من الأشياء البسيطة اللي أفهمها مهمة لازم نتذكرها الترمي الجاي ما عادر نسبة الاعتماد عليها بديش بس أنا ما حبيتني أن نجاهلها استخدام الاسكانر إيش الفاوجة من الاسكانر؟ يعطينا فرصة ناخذ مدخلات أو انبوت من اليوزر من اليوزر اللي بيستخدم برنامجنا كالبط لما أبغل استخدم الاسكانر الصهمين هذين هذا الصهم الأحمر وهذا بيدليني على أهم مقطعين أسويها عشان أشغل الاسكانر أول شيء اللي يحتاج الاسكانر لازم أروح لي وأحط لي انبوت java.rotal.scanner لازم أسوي كده لو ما سويت كده مو حاجة أستخدم الاسكانر ولا أسهل فهذا الانبوت سطر أساسي لأي كلاس يستخدم الاسكانر وحيانا في الاختبار هو رح يجب لنا أكمل القراغي يعطينا السطر هذا فاضي لازم احنا نتذكر مثلا أنه مدام هو بيستخدم الاسكانر هنا معناه أنه لازم فولد اكتب له import java.scanner لأنه كي تستخدم الاسكانر وما في المبوت تحدثه السطر هذا أساسي هذا طبيعا نتذكره جايما نكون عارفينه إنه يمكن يستخدمه بكثرة في فترة الجاية وحيانا كل الدروس اللي كانت بدروس كبيرة حتصير شيء بصير مباشر وزرست السؤال في thermal java فضرر ينتظر كمام؟ طيب، السطر الثاني المهم هو تعريف الobject صار عندي كلاسس مستمر من جرب ما يشوف java هنا رح يعرف أنه يجيب التفاصيل حدي من المكتبة هذه من اللايبر للفوق صمينا الobject المتغير لا 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 ما يخوف ما يخوف أنا جاعد أتكلم الآن على الشيء الأساسية بس المهمة اللي رح نحتاجها لابدين ما رح يقول عرّف ما رح يقول شيء هذا يسمي المتغير الآن n اختصار n.n مثلا يشعر new scanner ما بين cosine suspend n كل الكود اللي في الأسفل ما لازم أتذكر الآن أنا لس مركز على قليلي في التعريف الآن حتى اللي سيناه نحن في نهاية الترمي يعني لما نجاى الدكتور جاء مثلا الكوب هذا يحفظه بعيد طريقة يعني هذا ما حيكون نتكرر الآن ما حيجي يطلب مننا برمومج بالشكل هذا الترمي الآن حتكون فيه أمور أخرى حسب الترمي نتكرر الآن الآن نفكر بمكس الاسليب اللي كنا نباكر فيه في الترمي الآن احنا خلاص خطونا التشاكرز هذي نحتاج نعرف منها لأساس أو الزب حجها وبعد كده نشوف الدروس الجديدة طب السطران هده لعرفه للسكنار وعطونا إياه الآن طريقة الاستخدام صارت سهلة اندت نيكست أو اندت نيكست لعين عشان تديره للنص إذا أبغى أقرى العمر مثلا أقول له اندت نيكست آيين تي إذا أبغى كل ما فيها عبد عشري مثلا قواعة يبقى وكذا أو كذا نيكست بابل بهذه الشكل في مجموعة مثل ما أعرفها بس ما فيها صعوبة تعرف وإيطار والله في مش عاكل عندك لسه حسنا نعم طيب F statement هذا الدرس أسفل من أنه نراجعه عبارة شرط إذا تحقق بيتنفذ ال statement اللي تحت ال F إذا ما تحقق هذا الشرط راح نشوف هل عندنا عبارة else ولا لا إذا فيه عبارة else راح يتنفذ ما داخل ال else إذا ما فيه البرنامج راح يكمل على statements اللي في الأسطل المثال اللي هنا أنا ما أبغى أفهمه أبغى أطالع فيه بالألوان حتى مجرد ألوان يكفيني الآن مجرد ألوان يحقق السؤال أرجع لحين أشوفه بس خلنا نحلص هذا وأرجع أشوفه طيب زي ما قلنا لما يكون عندي x statement زي كده انا هفكر بهذا الطريقة في شرق في المنطقة اذا هذا الشرق اعطاني 3 راح يجي البرنامج لهذا المكان ينفذه اللي بالعبيض اللي بالعبيض في المثال سطر واحد لكن ممكن في البرامج الحقيقية يكون عدة سطور ما مشكلة اذا كان الشرق هذا اللي في اليار متحقق البرنامج راح يتجاهل كل الشطور اللي في المنطقة البيضة هذه ينتقل مباشرة الى else ونشوف داخل ال else ايش فيه فاذا حصلنا كمان سطر او سطرين او ثلاثة او عشرة في المنطقة البيضة اللي في الاسفل راح تتنقل ليجي بيلون للمنطقة هذه اللي فيها شرق باللون البنفسج الفاتح اللي احنا شايتين مع الشرق عشان نعطيني فكرة بس بسيطة ينبهني كده ان المنطقة هذه كلها عبارة عن شرق استخدمنا فيه هذا باختصار برسل محتاج اني يتذكر انه هذا التسميات النظرية هذي كلها الكلام للطراع والاطلاع يعني اكثر من كونه الواحد يحضره لاختبار تمام؟ المنطقة ممكن يكون فيها عدة شروق من شرق واحد باستخدام اف بعدين ايلش اف بعدين ايلش اف ايلش اف لأي عدد من المرات لغاية ما نوصل لأيلش فقط بدين ايه وفي الاخير المنطقة اللي في الابير هذي ادار عني برنامج الاساسي نفسه يعني الان بدعنا بالابير بسيط منت عادي دخلنا بالليون البنكسجي انا متعمد اكثر ايوان اليوم لاني افغى اتأكد اني انتوا تنززوا البلوكات عن بعض المنطقة اللي بالليون البنكسجي هنا كلها مرتبطة للشروط الاف وهي جاية عبارة عن جملة واحدة المنطقة اللي بالابير بالاصورة هذي رجع البرنامج يكمل بدون شرق يعني حينفل السطر الاول لاني في المنطقة البيضة statement عادي بدون شروط هيدخل للشروط هينفد اشياء منطقة باختيار يعني ما هينفد كلها هينفد اللي بيحجز الشرق فقط ويطلع للمنطقة البيضة من جديد وهينفد على طول return R بدون بشاركة بدون شروط الريكتباش انا بس اذكر الالوان 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 الان بيدلني على مكان الشرق مكان الشرق اللي هنا ما هيتنفد كل هذي هيتنفد واحد او اثنين حسب اللي بيتحجز الشرق هو حيعدها لهم يتأكد بعدين في الاخير رح يرجع على return R ينفد ال return في كنا بلده نجيل تام بينفد واحد او اثنين خطأ وبينفد اللي بيحجز يشرب فقط يعني S اذا كان مثلا يختر اكبر من ثمانية حينفد هذا السطر ALSE هي معناته اذا ما كان اكبر من او يساوي ثمانية معناته حينفد مرة واحدة بس يا انه هذا الشرق اذا ما تحجز حيشوف هذا الشرق اذا ما تحجز حيشوف هذا اذا ما تحجز حيشوف هذا اذا تحجز هذا ما رح ينفد اللي بعدين هيفز على طيب للرد لانه ما رح يدخل على الالس الا اذا اللي فقد ما كان مصبوط فهذه فكرة الالس طيب الكونديشن الابريتور دمع اننا ذكرنا الشروط فعندنا تمام طبيعة مختلفة بدون استخدام الالس في الحالات البسيطة اللي عندي فيها قيمتين انا هذي او هذي دمع له بالانسكي سعي اعطوه شرط معين اذا عدونا حط علامة في استخدام اذا تحجز الشرط ياخد القيمة اللي هنا يحطها في البالانس نكتفين في البعض اذا ما تحجز الشرط ياخد القيمة اللي هنا يحطها في البالانس يعني كأني بقول له كده ينفع نفتد نفس السطر هذا بالاف لكن هو ايش اللي بيصير هنا اختصرنا طالما هي سطر واحد قيمة بسيطة مغينة قيمة البالانس ناجس الامونت نحطه في البالانس وقيمة البالانس ناجس الـ اوبر كده اوبر دراف دينالتي نحطه فيه فهو اما يحسب هذي الحسبة واما الحسبة التانية نحطه له شرط استخدام الحساب الاول نكتفين فضع بعض الحساب التاني فاذا تحجز الشرط هينفذ اللي بالاخبار اذا ما تحجز هينفذ اللي بالاخبار تأمنا هايف ستيكي لكن مختصرة عشان كده سمناها الـ اللي هو علامة الاستقام بيعتبر الـ طيب الحلقات اللوبس اذا نتذكرها ليش نحتاج نصوي لوب ليش نحتاج نخلي الكمبيوتر يلقف كل شوية في المثال انا دائما اذكر بصراحة فنفترض انو انا ابغل البرنامج مثلا يحسب لي عنده طالب معين ابغى يحسب لي مجموعة درجاته وبعدين يطلع لي معدله يسلي مثلا شغلة معينة اكيد حجل لي الطالب هذا الي ياجب عنده كذا الحضور عنده قيمته كذا الاختبار النهائي المترم اعطيه لي كل الدرجات فحيجيلي مجموعة كذا يعتبر مثلا الجريد حجي فالا ولا بي ولا سي وهذا خيط لما اجي اكتب هذي الاوامر قرأت اربع سطور اخد درجات الطالب وحسبت معدله وحسبت كلا وحسبت كلا طب اخرج عندي 100 طالب معاقل اعيد نفس البرنامجة مرة مش منطق لو عندي 1000 طالب او 1000 زي الدفع حجنا 2000 طالب اخلي البرنامج يعدى 2000 مرة اكتب كل شيء 2000 مرة مو منطق يعني مو منطق لا فيه اكثر حسبت ومعنى نطلع 1200 1100 هذا زيت يعني 1200 طالب مثلا هل معقول اني اعيد الاوامر اللي تحشب ويطلع الدريد ويطلع التورتال وكذا 1000 مرة عشان اطلع ل1000 طالب هيصير البرنامج ضخم جدا طب ايش الحال في حالة زي كذا الحال في حالة زي كذا اني اشتخدم حاجة اسمها اللوب اخلي الكنبيوتر هو اللي بي لف انا بكتب التعليمات مرة واحدة وبقولي الكنبيوتر لف نكتبها ليه 1000 مرة هذه فائدة اللوب لما يحتاجه شيء متشي التعليمات البرمجية لعزب من المقار فلاستخدم حلقة بتتصط عليها عملية الحساب بيصير نفس الكود اللي بكتب التمتان واحد بيتنفذ عدة مرات بحسب الاحتراج اكتر من كده احيانا لو افرض مثلا عملية الحساب اللي تجد نسويها لجد فيها خطأ هل ارجع اعدلها في الالف مرة يعني كماتش حيث مش منطق لكن لما تكون داخل اللوب اللوب هي اللي بتلص انا بكتب التعليمات البرمجية حجية مكان واحد مرة واحدة لو فيها اي خطأ في الحسابات بعدل في مكان واحد وبتمشي الامرة ها عدد فكرة اللوب الاساسية ليش نستخدم اللوب وليش نحتاجها لان كثير ما هو غير فلس خلاص درس اسمه ليه بيلا ايش الفائدة ليش اخلي بتنديكه بيلا بلوف زي كده مش متصور الهدف بس حبيت اوضح يعني اعتقدت برضو من شهلة صارت الوال شرق اذا تحجب هذا الشرق يجب بناخد لفة بناخد الدورة هادي اذا الشرق هذا غير متحقق ما رح نتنفق يعني مثلا في المثال ديدي كنت اذكره هذا الطلاب هنا في الشرق اقول له هل في طالب جديد انا بفتح داتا بيس مثلا وباخد الطلاب وان با وان اذا في طالب جديد في داتا ريس خذلي اياه واسوي لي حسابات في المنطقة هذه اللي ما دوني لا خياص احسب لي كده كده ففي كل مرة بحمل طالب جديد لغاية ما الداتا بيس تخلص يقول لي خلاص خلص نصول الطلاب تم حسابهم في هذه الحالة الشرق هل يعطيني فالس واخرص برى الليب ويكون كده متأكد انه درنامجي شيك على جميع الطلاب هذا مثال في استخدام الليب اثناء الدراسة يجب تكون الامثلة بسيطة يعني ما يجب رفتح بيس واسوي كده خصوصا نلسه ما دخلنا قواعد البيانات فمضطر هو يعطيني امثلة بسيطة حساب مجموعة حسابات زي كده ما يجب رفتحيني كالتقاصي اوكي دلنا عندنا ثلاثة انواع من اللويتس الوال الالفار الدي وال اعلق الفلاسة هندي اسمعوني كيساب اوكي اعلق بس شايفين سلايد انكم شاي ويش السلايد اللي شغال عندكم اوكي او مظاهر عندي ارجع على الان ايش اللي شغال الان طار منتز طيب برضو نفس الكلام اللي تتلمنا هذة حلقة مختلفة حلقة الدو الوال تعتمد على الشرق بينما حلقة الفار تعتمد على عدد المرات عشان كده بنقول لي جائما نقلا اي ان تي اي يشاوي صفر يبدأ مثلا من الصفر بعدين بنقول لي اذا الاي اقل من او تشاوي عشرة او اقل من عشرة ما ما تحاوله عشرة مرات من صفر لغاية تسعة لا هاتلا ما كنا اقول لي بجانا واحد بعدين اقل من او يشاوي عشرة برضو صح يعني انا اختار متى يبدأ ومتى ينتهي ويساوي عن ريك الدوران وبقدر احدد هذي جاد في الصحوة الخطأ اقدر احدد في كل مرة يزيد كم يعني ممكن اقول لي يزيد واحد مثل ياخد القلب واحد بعدين باثنين بعدين بثلاثة بعدين بأربعة اقدر اقول لي يزيد اثنين يعني ياخد القلب واحد بعدين بثلاثة بعدين بخمسة بعدين بسبعة يا هكذا أقدر أحدد عدد الزيادة في كل لسة هذا زاد في الصحة الخطأ إنه هل أقدر أحدد هذا العدد ولا لا؟ وكان الجواب أن ينعم أقدر أحدد تروس خلاص تبار كانت أنا متأكد ممكن الكثير ما وقامهم يتسلم عن أي درس وعلى أي شيء إيش يبغى يعني لأنه جاءت الصحة الخطأ وبصراحة يعني ما هو مضح أنا بصراحة ما بريدت لك أن الأسئلة كانت مزعجة يمكن أكثر شيء كان زائجني أنه عارف أن الطلاب راح يخبشه في الأسئلة اللي زي كلا طب حرام يعني أنت يهمك أن يهدث الدراسة لهذه المبادئ يكون وصل للجميع الكل صار يعني في الحلقات، الكل صار يعني في المتغيرات، الكل صار يعني في كده الأشياء الأساسية هي اللي أنت تهدف وأن تتأكد أن الطلاب تهموها فلما تجي يعني تجي بعض الأسئلة اللي ما يفهم ترجمتها يضي مو عشان هو موفع من إنجليزي عشان هو موفع؟ لا لا مش انتقام هو طريقة تدريس بس طريقة مدرس يعني ما أدري أنا لي أعود أن أتنظر فيها، ما أدخل في التفاصيل نبغى ناقض break الآن عشر دجائد ونرجع نتكلم ثم عن الاريس المسطوطات اللي هي آخر برس راح نراجع اليوم، لاحظة راجعنا قرأة ترم كل تجريدا، بس تجاهلنا الكلاز اللي هو الانهارتنس تجاهلنا الآن لأن إن شاء الله ما نحتاجه ووضفنا تمام الالجيو آي لأنها كانت مرورها أصلاً سريع لما هي مفيدة لنا، راح نتركها، إلا احتجناها، إلا احتجناها، تترمي الجاو بإذن الله، راح نراجعها في وقتها ترمي الجاو. ترجمة نانسي قنقر